تتكون في الصخور الجيرية لكن في الأجزاء السفلة من سطح الأرض من أبرزها هي الصواعد والنوازل لاحظ هذه الصواعد والنوازل هذه الصور كلها هيها طبعا تتكون عادة في أسفل سطح الأرض وعادة في المغر طبعا كل المغارة بالأصل هاي الموجودة قدامك وتعرضت للتجوية في الداخل أو صخور الجيرية تعرض للإدارة الآن شو سبب تكون هاي الصواعد أو النوازل انه هاي الصخور الجيرية فيها مسامية أو مفادية عالية فتسمح بمرور المياه تتفاعل طبعا المياه الموجودة في الصخور بشكل عام تتفاعل اللي هي بسموه عمليات الكربنة عمليات الكربنة شو عمليات الكربنة؟ انتو تتفاعل كالمياه الموجودة أو المياه بشكل عام مع الكربونات الموجودة في المياه مع مكونات الصخور طبعا رحنا نأخذها بعدين عمليات الكربنة لعملية اتحاد أيوانات الكربونات أو البيكربونات مع المعادن الموجودة في الصخور فتصبح على شكل صواعد ونوازل طبعا لاحظ هاي بنسميها بالشكل هذا اللي نازل بسكف المغارة بنسميها النوازل اللي بتكون في قاع المغارة بنسميها ايش؟ بنسميها صواعد اللي بتكون بالشكل هذا بنسميها أعمديكارستية يعني بيكون الصواعد طبعا المادة وصلت لسطح الأرض بالشكل هذا ثم اتصلت مع المواد المدابر قادمة من وين؟ من أعلى المغارة ها بنسميها أعمدة كارستية اي نوازل صواعد أعمدة كارستية بيكون على شكل عمود كامل والتي تحت هذول هون نسميها حلزونات كارستية حلزونات كارستية يعني هي ترتب بالسخور السوبي يعني فينا النوازل في الأسفر صواعد أعمدة كارستية وعننا أيضا حلزونات كارستية وها تنتشر في كثير من المناطق طبعا يمكن الشكل أكثر وضوحا لاحظة كيف سكف المغارة كيف هاي النوازل بالأسفر كيف الصواعد ها نسميها الحلزونات كارستية بتكون على شكل ها يلاحظ الأعمدة الكارستية كيف شكلها يعني لها أشكال مختلفة يعني لاحظ حتى أشكال بتعطي لها معانا لعني ترتفل في نسبة بايكربونات بايكربونات الكاليسيوم أو الكيلس يعني هاي بشكل عام الفصل هذا اللي أنه عكونا بنحكي عنه يرتبط بالسخور وخصاص السخور وشو تأثيرها يعني احنا ماشيين فيها بالتدريج يعني الجزء الأول يعني قلنا بالبداة الفصل الصخور هي المسرحة الرئيسي التي تتم فوقه العمليات الجيمورفولوجية والمسرح وبالتالي الصخر هو الأساس في تكون العمليات الجيمورفولوجية الآن الآن بالتالي دراسة الصخور مهمة جدا درسنا احنا عن أنواع الصخور أو خصاص الصخور بالبداية درسنا عن تركيز